السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال شبه وشغل تكونوا بخير ورجعت لكم اليوم بحلقة جديدة بالحلقة اللي انه اليوم هنشوف مباراة اسطورية جدا اللعبة من اللعب اسمه ميخايل تال اللعب عنه معروف هو ديتر كيلر مان ديتر كيلر ديتر كيلر هو من اقوى اللاعبين بالفترة اللي هي بين الف تسعمية وستين و الف تسعمية و ستين و سبعين هو بطل عالم للناشئين وبهاي البطولة عمل معروف لتال بانه غلب فشر فشر كان من المنافسين بها البطولة فغلب فشر وخلت تال يطلعها بالآخر مركز أول خلونا نبدأ بالمباراة المباراة هي صارت بزيورخ في 1959 تال كان أبيض وبلش به نقلة النات على الابثري معنى الريتي اوبننج نعرف ان الريتي هو افتتاح مرن ممكن ان تمنخلها او النات ابثري بشكل عام هي نقلة مرنة ممكن ان تمنخلها تفوت عكس افتتاحية فهل حنشوف ريتي ولا انجليزي ولا نقلة بعد دي فور خلونا نشوف نعطي اف ثري نعطي اف سي فور ايف اف سكس هلا هون الاسود راح لالشي بسمو انجلو انديان نعطي اف سي ثري افاف وبهذا الوضع تاعد لعب دي فور وحوله لالكوين قامبت والاسود راح لالسي سي سكس معنى السي سلايف دفنس بعدما لعب هون سي سكس راح لالبشوف جي فايف رابط الحصار وبيحكينو اختار شو بدك تعمل يا بتاكل هون وما تغطين الى افور يعني كمان في ناس بيحب ويجينات بالي7 وبيشب اي7 ويلاعبوا على الهادي في تيكس على C4 من اللاعب الأسود وكمل هون بالي4 الفكرة أنه الأبيضة بيأخوا الوسط وبيأخوا شوية نشاط بالقطاع لأهون هو مدد بيدق C4 B5 من اللاعب الأسود و A4 بعده ل A4 هون أنت لازم تبلش تفكر شلون أبدأ يحمي بيدق البي5 بيدق البي5 مطلوب مرتين شلون بدي أحميه بهذا الوضع S6 ما بتزبط لأنه أنا ممكن أكل على البي5 ما لين عندي نات تيكس بي5 ما بتقدر تاكل لأنه عندي روكت تيكس A8 وكمان بهذا الوضع بعد A4 ما بتقدر أنه أتدز بيدق البي4 لأنه بيرجع نات بي1 وبيدق C4 ما بينحمى ما بتقدر تحميه حتى لو حميته ببي بيشوب A6 QC1 ولا QC2 بالآخر بيسترجاع البيدق تبعي و بيكون عندي كمان جنود أحسن بارقك ضعيفة أنا عندي الوسط قطعي بأماكن أفضل فلابيض بشكل عام بيكون أحسن ومشان هيك بارة الوضع بعد A4 الأسود لازم يكون دقيق ويلعاب النقلة اللي هي QC1 على البي6 وهذا الشي اللي صار بالجام بعد QC1 على البي6 قرار جدا شميل بصراحة من تال بيشوب تيكس F6 طول من أنه إذا طلعت وزيرك خلت يجع على البي6 فبطل هو حامل إحصان فأنا بأكل على الابسكس بخرب لك البارق وبستعد لشي اسمه break in the center يعني ضربة بالوسط ولا حنشوف شون تال حيضرب بالوسط باللقطة المناسبة جي تيكس على الابسكس بيشوب على الـ E2 A مع أنه فتح عمودة G والفين ممكن يجع على البي7 نضارب على الـ G2 بس مع ذلك بده يبيض قصير ويحط قلعته على الـ E1 بده يجم هذا الزرمة كمان من أهداف بشوب E2 أنه أنا أوكي هلا رح ينربط بشوب E2 بالنقلات الجاية هلا حيكي لكون شلوم كل شيء أصلا تال كان رسمه وهي شيء يبيض تال أنه هو طالع من الافتتاح عارف شكلا من الـ GAME عارف الوضع اللي حيروح له فمن النقل لـ 19 بيكون عارف بالظبط شو يلعب بعد اللي بشوب E2 الـ GAME كمل SX بحاول نحميه الـ B5 أكتر بيت قصير بشوب B7 هون نوصل للقطة اللي أنا كنت عم بيحكي عنه بريك ان ذا سنتر الضربة بالوسط D5 وهذا كان الهدف من بشوب F6 الحصان اللي على الـ F6 كان ماسك خانة الـ D5 كثير منيح يعني بكونوا في خمس قطع مسكين الـ D5 بس هو لما أكل خلاص خلاص بالحصان D5 هذا الوضع نقلب تفتح الوضع على ملك الأسود الأسود صار في كثير وقت هو عم يحرك البادق لأنه أكل على الـ C4 لعب ASX لعب B5 إجاب الوزير اضطر انه يصرف وقت بشان هكذا الوضع الأبيض انتشاره أفضل فيفضل انه على طول يضرب بالوسط بعد الـ D5 الجيم كمل CD5 ED5 هون ما من وصلحتك انك انت تأكل وتفوت بهذا الوضع لانه كثير مفتوح كثير مفتوح الملك وضعه كثير خطير بشان هكذا هون بعد E-TX D5 لعب الأسود نقلة جدا جميلة اللي هي الـ B4 بتحكي نقلة الـ B4 إنه يا تال يا حبيبي أنا مهدد إحصانك بعد ما تزح حصانك أنا بأكل على الـ D5 هلأ طبعا يعني أوكي هو ممكن يزح حصانه مثلا هون لو أكل على الـ D5 في نات F6 بس في E-D5 حامي الـ F6 تمام؟ أنا ما مجبور أن أكل بالفيل فبهذا الوضع بعد الـ B4 الواضح يعني أنه تال بورطة بس تال بيختلف ما يكون بهذه الشغلة بعد الـ B4 تعال بلش بالتضحيات تابعه ولعب A5 أوكي أنا فكرت ضحها بس أنا مخربط شويه بالنقلات A5 أعطي الوزير بعد ما جاء كوين C7 هلأ ضحها وأكل على الـ E6 الفكرة من هاي الأكلة إنه أنا بخليك تأكل على الـ C3 لكن هو نتيج الفكرة نايت على الـ D4 يا سلام نقلة جدا جدا جميلة فكرة هاي النقلة إنه أنا بحط أحصن بالوسط بخلي ملكك بالوسط وهاي الشغلة المهمة أنا بخلي ملكك بالوسط هون ما بخليك تأكل لأنه عندي بشوب نايت E4 فتحت لائل بشوب ولو كشيتك وملكك اجعل E7 مع وجود درك E1 وكوين G4 كل هاي الشغلات رح تقضع الملك تابعك عمشان هي كبه الوضع بعد أدي F4 الملك بخطر نكمل هو هون رك على الـ G8 هم هدد بيدق الـ G2 نكمل وين E4 يستغل لأنه الملك ما كانه سيئ طبعا كبان هو بيستغل مكان البيدق ومكان الحصان انتم ما تتظر تغطي بالوزير اجا كينك D8 ممكن تغطي بالحصان بس بعد بشوب F3 يضغط كثير كبير يعني طالوا قديش في ضغط مطلوب هذا الباشة بـ 13 ألف قطعة وغالبا حينهار يعني زبالة بعد أكمل نقلة والأبيض كمان مرة بتكبر لأنه اشتف عنده فأجا كينك على D8 ولأنه G2 مطلوب فالعب G3 بيسكر على القلعة الـ G2 بطل مطلوب بشوب على الـ D5 في هذا الوضع اللي هارفة أنه أنا أحمل E6 هلأون وما بيضر يأكل أبرا لأنه في فورك تمام فهو اجا بشوب D5 مشان يحمي أو يحمي بيلق الأب 7 يسيطر على الخانات البيضة لأنه عليها إضعافات كتير كبيرة بقيم كمال روك على الـ D1 بيحاول أنه بياخو نشتف القلعة بوج الملك بقيم كمال كينك سي 8 بحاول أنه أنا أهرب ملكي أكل على الـ C3 بهذا الوضع بعد بي تيك سي 3 الـ GAME يكمل بيشوب C5 بيحاول أنه هو ينشر قطعه لأنه ما سهل تلعب نقله بصراحة بهذا الوضع يعني شو بلك تعمل بلك تأكل هون كمان هاي كمان كشة خطيرة صحيح كمان الكشة من إياد خطيرة كتير يعني فأجا بيشوب C5 بيحمي صف الأخير وبهذا الوضع اللعبة نقلة مستحيل تتخيلوه يعني نقلة مستحيل دخلتر على بالكم مستحيل مستحيل يعني الفكرة كتير كتير عميقة E7 نقلة جدا جدا خرافية الفكرة منها أنه أنا مهدد E8 أجيب وزير تمام؟ تضطر أنه ضحي بالقلعة تبعك وطول ما أنه أنت عم تضحي بالقلعة بيكون عندي أنا متهيلة لأدبانتج وبيكسب وغير هيك أنت هون عندك مشكلة أنت ما عرف تأكل بالفيل ولا بالحصان ليش؟ لو أكلت كوين تيكس E7 فغلط أنا بيأتي بيشب تيكس C4 والوضع بين هار لو فتنا مثلا بهاي التفريعة لاحظت ديش الملك وضع خطير القطع تبعك ما عرف تنتشر فيها نات F5 جاي طب يضع هنا أفضلية كتير كبيرة ولو هون أكلت بالفيل ما عندي نات F5 مهدد الفيل هاد وهي كمان فكره والملك كمان وضع كتير سيء وكل القطع شغالي يعني الفيل هذا كمان حجال F3 الوضع كتير سيء تكمل ممكن تكمل يعني بشبيه 4 أو ممكن أكل على E7 اللي أكل على C4 طلعوا ديش الملك سيء ووضع خسارة بالنسبة للعب الأسود فهذا الوضع بعد E7 كمان نات C6 اللي هدفه أنه أنا بقى بفصل بين الوزير وخانة l-E8 بفصل الخط فهذا نات على C6 اللي كمان نكمل بي يعني نقل كتير خرافية بشب G4 قلما أنه القلعة مسكة خانة l-E8 أنت ما تقدر تأكل فيلي فبشب G4 تشك هذه الخانة ممسوكة هذه الخانة ممسوكة إش باري تنورنا هون اللي ممكن ملكين بي 7 أوكي ممكن كشو أنا من هون ومن هون بس لعب نقلة أحلى نقلة أسطورية بصراحة نات على البي 5 الفكرة أنه أنا بس بدي أفتح للقلعة بدي أحصالي بمكان أسطوري أنا مهدد وزيرك ما بتظر أنك تأكل هون لأنه أنا بأكل على البي 5 بعد ما تزيح ملكك هلا لو زحته هون أنا بأكل مع تشك زحته على البي 7 بأكل مع تشك فبدك تيجي بشب بي 6 أنا ممكن أنه أنا أكل على البي 5 أخ آسف الحمد لله بعد ما تاكل فيلي أنا ممكن أجيب وزير بعد ما تاكل الوزير أمكن أكل على البي 6 بعد ما تاكل أنا بكشك بالقلعة وبعدين بكسب الوزير والجيم خالص فالحصار ما بيتاكل إلا على البي 5 والوزير مطلوب البي كملكين على البي 5 أوكي كان عندك خانة البي 8 بس بدك أماكن للملك بدك مكان يعني يجي عليه فإجا كوين إي 5 هذه كوين إي 5 إجا هو روك على البي 1 نعطيني الوزير وكمان بيحمي خانة البي 8 مستقبل النزو الزر يعني بشوب على البي 4 أممكن أنه هو هون يرجع على البي 8 بس باني متخيل الشون معني ممكن يكمل بس أبسط شي روك دي 1 آم مهدد الفيل وراء الفيل فيك كشاكش والوضع هون بتوقع أنه خسارة والجيم منتهي يعني فأجه بشوب على البي 4 مسكر على القلعة بعد اللي بشوب على البي 4 كمل جيم روك على البي 1 ما بتقدر تاكني طبعا لأنه الوزير رايح وما بتقدر تاكنه لأنه أنا عندي كمين بي 5 كم هالجيم روك تيكس على الجي 4 وهو النقلة مستحيل تتوقعوه روك تيكس على الإي 4 والله العظيم نقلات مطبيعية الفكرة بهذا الوضع إنه لو بدك تاكن بالوزير اسمه صار بالجيم فهي فورك حين نرجع لهاي الشيب علينا لانشي صار بالجيم بس لو أكرت بالقلعة وشيب يصير تطلع ميع جمال التحليلات 9 D4 شك بالقلعة فعن ما تزح قلعتك هون أو هون أو هون أيًا كان أنا راح أعطيك كشمات لو جيت على ال A7 نات C6 كشمات لو جيت على ال C7 أنا ممكن أكل على C6 كشمات لو جيت على ال C8 فبهذا الوضع أنا ممكن أكل على ال C6 بعد ما تيجي QC7 بدك ترجع لأنه ملكك ما بتحرك أنا ممكن أكل هون ممكن أوكي أنا أي طريقة بيني فيها الجيم كان ممكن أجيب وزير تيكس تيكس وهي مثلا ممكن تكون كشمات بعد QC6 أو ما بعرف أوكي على بالوضع أي بتكسب يعني نقل على زيادة و روكي 7 فالجيم خالص خالص بصراحة فأخذ نرجع لورا بعد روك تيكس E4 نكمل QC4 أعطى الوزير نايت على ال D6 check أخذ الوزير وبعد نجاء QC1 على ال D1 بعد QD1 الهدف أنه أنا يجي QC5 فأكون مهدد 6000 شغلة نكمل جيم روكي E5 ماسك هاي الخانة وهو النقلة كمان مرة كتير حلوة يعني النقلة الأخيرة بالجيم النقلة لازم تلعب حتى تعطي اللعب الأبيض الأفضلية روكي 7 check واو 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 بعد QCB7 كشف من ال D7 والفكرة أنه أنت أجباري ترجع لورا ما كل هاي الخانات ممسوكة بعد ما رجع على ال B8 جاء وزير هلا يضحي بالقلعة بعد QB7 اللي هي أجبارية أنا هون طالب الحصان والقلعة كمان فما بتوضر تيجي نهون تترك القلعة ولا بتوضر تيجي نهون تترك الحصان فأجع على ال B7 كشو كمان مرة وهو أنت أجباري أنك تعطيني الحصان بعد QT6 استسلمنا أنه أنا مهدد الفيل وورا الفيل السيفور ساقط والبارق كل هاي تضعيفة فالجيم هو كان منتهي يعني فالجيم جدا جميلة يعني بعلمنا شلون نضرب بالوساط ساقطو نهجة ونستغلة الإنيجاتيف والأعملة المفتوحة أه أتمنى القيم يكون أعجبكم إنه أعجبكم أعطونا لايك شتركوا في القناة إن شاء الله راحاول اليوم أنزل ثلاث فيديوهات أه شوي أنا لسا يعني ما رجعت يعني لل للسطايل والقوة ما معرف شو بس يلا شوي شوي إن شاء الله منتطور ويعني نرجع على مثل ما كنا وأحزن إن شاء الله شكرا لكم على مشاهدة ونشوفكم إن شاء الله بحلقات قادمة إلى اللقاء جميعا سلامات